ببقى ان حضرك كابتن نشام اتكلمت عن دور عبدالله السعيد كابتن رامي عايزين نتكلم على توقعاتك مين اللعيبة اللي ممكن يكون لها مردود شكل تبقى فيئة في المطش السوبر سواء من الاهلي او الزمالك نعم شايف من الاهلي طبعا الحتة اللي قدام دي مهمة لدى النادي اهلي وهو ميز فيها جدا ان التلاتة اللي بيلعبوا عندهم حلول حسين عنده حلول قويس جدا وسمى ابو علي ما شاء الله عليه في فترة اللي فاتت وهو يعتبر والمكاسب النادي اهلي اكتر مطشاطه فرود نموزجي الحتة الشمالية او رضا او طاهر برضو ميزين اخلاف اني لازم يكون عندك نص ملعب قوي هي دي اللي تخلي التلاتة دوش كلهم قويس اني يكون نص ملعب واقف على رجله قويس حتة النادي الاهلي اه لازم يضغط على نادي الزمالك في كل حتة في الملعب النادي الاهلي بيعمل دي كويس جدا دي تفري مع النادي الاهلي في المباراة تاني حاجة النادي الاهلي مش ناسي اخر مباراة الاهلي والزمالك الزمالك كسبان طبعا دي هو النادي الاهلي في الحاجات دي اه بيبقى في ايه تعرف في حتة الغل شوية اللي هو الغل الكورة مش الغل في حاجة تانية. طبعا طبعا طبعا. اني انا النادي زمالك كسبني اخر مباراة برضو وانا عايز اكسب الجمهوري مش هيسكت. النادي مش هيسكت. يبقى رضي فعلي مش كويس. صور افريكي كله مرشح. النادي الاهلي. فانا شايف نصف ملعب. النادي الاهلي لازم يكون وقف على رجل كويس جدا. ان النادي الزمالك برضو عندهم اذا كان عبدالله ناصر ماله ولعب. الناس دي برضو عندها حلول ولعبها كويسة ولعبها خبرة. ولعبه اهل وزمالك كتير. فحفظين وعارفين. فنص الملعب لو وقف على رجل كويس. خلاف التلاتة اللي قدام عندهم حلول كويسة. سهلي جدا النادي الاهلي يكسب الموراة. بلاص ان هو لازم يضغط على نادي الزمالك في كل ارقان الملعب. هي دي عايزة تركيز 100% من لعب النادي الاهلي. مركز 90 دي اصح. ودي انا عارفها في النادي الاهلي ان هو هيعمل الموضوع ده في المبارات الجمعة ان شاء الله. ان هو هيضغط من اول دقيقة وعايز يخلص المباراة من اول دقيقة وهو عايز يبقى هو ياخد المبادرة واكيد ميستر كورو في المحاضرة او محاضراته لغاية يوم المباراة اكيد مركزين في الحتة دي.